موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وتزودوا حديثنا اليوم هي بشارة لكل أهل المساجد هذه البيوت التي كرمها الله تبارك وتعالى ومدح روادها في قوله جل فعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فالله تبارك وتعالى يشهد بالإيمان لعمار المساجد لمن يؤدون هذه الصلوات في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى فهنيئا لكم يا عمار المساجد إخواني وأخواتي والله الواحد فينا لما مسؤولوا في الشغل يمدحوا أو يقولوا هذا الموظف من أفضل الموظفين عندي والله هذا من أكثر الناس خبرة ومعرفة ومهارة والتزام وكفاءة والله الدنيا ما تسعنا من الفرحة لأن المسؤول مدحني أمام الناس وجود يتصور معي تزداد فرحتي فبالله عليكم كيف لما الله تبارك وتعالى يشهد بالإيمان لمن يعمر هذه المساجد بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أهل المساجد بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة يا سلام لما أنت تصحى صلاة الفجر الساعة خمسة ونص ودرجة حرارة بهذه الأيام ممكن تكون يعني واحد ولا صفر ولا أقل وتتوضبها يوم ماي الباردة وتروح لها المسجد هنا يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة صلاة المغرب صلاة العشاب ما أجمل هذه الصلوات وما أجمل أن نعمر بيوت الله تبارك وتعالى يوم القيامة يكون الناس من يكون العرق إلى ركبتيه ومن الناس من يكون العرق إلى خصره ومن الناس من يلجمه العرق الجامة في سبع فئات بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في ظل الرحمن في ظل الرحمن من من هؤلاء السبعة سبع ظلهم الله في ظله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق في المساجد يا الله قلبك معلق في المساجد بتروح تصل العصر وانت مروح من صلاة العصر على بيتك حاط في نيتك وفي بالك انك ترجع على صلاة المغرب قلبك معلق في المساجد عندك موعد بتقول لفلان نلتقي على صلاة المغرب ونروح للزور فلان مريض قلبك معلق في المساجد بتجي على النوم بدك تنام بتحط المنبه على الساعة خمسة ونص تقول والله اذن صلاة الفجر قلبك معلق في المساجد وانت ماشي في السيارة وباقي للأذان حوالي ربع ساعة وانت ماشي بالسيارة بتكون حاسب حساب بأي مسجد اصلي هذا رجل قلب معلق في المساجد النتيجة والعظمة في هذا التعلق القلبي في بيت بيوت الله عز وجل انك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لما نسمع ان الله تبارك وتعالى مدح اهل المساجد ولما نسمع ان نبي صلى الله عليه وسلم بشر اهل المساجد ولما نسمع ان يوم القيامة في ظل الرحمن هذا يطلب مني يا جماعة ان نكون اكثر حرص على هذه الصلوات في بيوت الله تبارك وتعالى صلاة الجماعة وفي المسجد بسبعة وعشرين درجة والله الواحد فينا يقول ناله يعني اذا في بيع او شروب عمان تخذلك مربح الف دينار اذا رحت على اربد تخذلك الفين دينار اذا رحت على عقبة تخذلك خمس الف دينار وتقول والله لمستعد انام هناك كمان واروح قبل الموعد حرص وهذا مش عيب ولا خطأ ولا حرام انك تحرص على الرزق وتحرص على تنمية مالك لكن ما احوجنا اليوم ان ايضا بنكون حريصين على تنمية الاجور والحسنات عند الله تبارك وتعالى هذا الذي يبقى وهذا الذي يستمر وهذا الذي ينفع انسان بعد الموت اسأل الله تبارك وتعالى ان نكون ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه جزاكم الله خير وإلى اللقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي 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 مولاي